ترجمة نانسي قنقر وينفض الجمع لكن لا تكون أجندة مستقبلية قابل للتنفيذ أعتقد أن خصوصية هذه الندوة أن أولا عمل مؤسساتي وإنما نقول عمل مؤسساتي يستدعي الحديث أن عمل فريق عمل فريق يضع إمكانات تتجاوز الأفراد وهذا يحل المشكلة أساسية لدينا في العالم العربي أن معظم مشاريعنا في الواقع التي تعودنا عليها أن مشاريع فردية المشاريع الفردية تكون محصورة من حيث قيمتها العلمية المشاريع المؤسسة تكون ممتدة في الزمن وقد تتجاوز أجيال من الناس أجيال من الباحثين أقصد أيضا من التقاليد الغائبة عندنا في البحث العلمي هو عمل الفريق لا يوجد عمل فريق من التقاليد الجيدة التي تؤسس لهذه الندوة أن كل مشاريعها تقريبا إلا ما ندر إلا القليل منها هي مشاريع جماعية يعني يصعب جدا أن ينفذها شخص لا بد من فريق وهذا الفريق لا بد أن يكون متعدد التخصصات وهذا ما يسمى بالتداخل المعارف يعني الحين الظاهرة السياسية أصبحت ظاهرة معقدة جدا في اجتماعي سوسيولوجي فيما هو سياسي فيما هو ديني فيما هو استراتيجي فكيف يعقل لباحثين واحدا أن يلين بالظاهرة السياسية الحين ويزعم أنه يستطيع أن يقدم فيه وجهة نظر صحيحة حلميا أعتقد أن عمل الفريق بالشكل يتحدثنا فيه الحين ومارسناه على الأقل أو على الأقل قدم كبرنامج عمل يستدعي بالضرورة أن يكون هناك تخصصات مختلفة وهذه إن شاء الله ما نأمل أن ينجح فيه المعهد فيما فشلنا في حقيقة في كثير من جهدنا في العالم العربي أعرف جهود بدأت في هذا الصياق في المغرب في الجزائر وغيرها لكن بدأت كأفراد ولم يكتب لها النجاح أولا لم يكن وراءها مؤسسة داعمة كانت جهود فردي في الغالب ونقطة القوة هنا أن هناك مؤسسة تشتغل بل ومركز هذا تخصصه هذا شأنه وله باحثين متفرغين عادة نحن نقوم بهذا العمل كتطوع والعمل تطوعي تعترض عوائق في الطريق فيتوقف منتصف الطريق أو ينجح فينجح بشكل جزئي فإن شاء الله هذه ستكون بادرة خير وعمل له ما بعده إن شاء الله وعمل نموذجي في الواقع على مستوى الوطن العربي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر